لم تهدأ وطيرة التصعيد والتوتر بين روسيا والدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة حول أوكرانيا تصعيد بمعظمه يجري على الأراضي السورية بعد أن تحولت إلى منطقة نفوذ روسي بلا منافس يستخدمها لإيصال رسائله المختلفة للعالم أجمع في حديثة هي الأولى من نوعها اخترقت مقاتلات روسية المجال الجوي لمنطقة التنف في المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن والتي تضم أكبر قواعد التحالف الدولي ضد الإرهاب بقيادة واشنطن وفق فصيل مغاوير الثورة المعارض مسؤول المكتب الإعلامي لجيش مغاوير الثورة عبد الرزاق الخضر قال لصحيفة المدن إن مقاتلات روسية حلقت في سماء المنطقة حيث أن طائرتين اقتربتا من بعضهما لمسافة قريبة إلى الحد الذي كادت أن تستضيمان ببعضهما مفسرا ذلك بغياب التنسيق بين المقاتلات الروسية ونقص الكفاءة وقد ينطوي على رسائل استفزازية من روسيا هذه التحركات الروسية جاءت عقب مناورات عسكرية في المتوسط غرب سوريا بحضور وإشراف مباشر من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو والذي وصل إلى سوريا والتقى بشار الأسد في حميمين في خرق جديد للبروتوكولات الدبلوماسية وتحقير لم يكن الأول من نوعه لمقام الرئاسة وإظهار للعالم عن مدى سيطرتهم على القرار السوري وأن الأسد ليس أكثر من بيدق بيد الروس بحسب وصف الصحيفة تأتي هذه المناورات التي تعد الأضخم للقوات الروسية في البحر الأبيض المتوسط ردا على مناورات واسعة النطاق أجراها قبل أيام حلف شمال الأطلسي بهدف إظهار قدرة حلف الناتو على إدماج قوة الضربة البحرية المتطورة لمجموعة جوية لمؤازرة جهود الحلف في الردع والدفاع وذلك بحسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية مناورات برية وجوية وبحرية يستعرض فيها الدب الروسي عضلاته العسكرية على الأراضي السورية يتخللها بين الحين والآخر الحديث عن تجربة أسلحة جديدة وتطوير قدرات جيشه العسكرية في رسائل باتت واضحة للدول الغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر